قبل أسابيع كان اليمنيون يرفعون أصواتهم متى سيعود الرئيس هادي أما اليوم طالت القائمة فمتى سيعود الرئيس ومتى سيعود بندغر ومتى ستعود الشرعية بأكملها والخطير في الأمر أن يصبح السؤال هل سيعود هؤلاء بالأمس أنضم وزير الداخلية أحمد الميسري لقائمة الوزراء الذين رفعوا أصواتهم وقال صراحة إن الإمارات تمنع الرئيس وحكومته من العودة لبلاده أصبح احتجاز التحالف للرئيس هادي ومعاونه في الرياض من مسلمات الواقع اليمني والمعلومات الحاضرة على طاولة مجلس الأمن وفي صفحات الوكالات العالمية والعربية لكن ما يطلبه اليمنيون هو خروج هادي إليهم ووضعهم في صورة ما يحدث إذ لا يعقل أن يقوم التحالف بكل الممارسات الاحتلالية في المناطق المسمات محررة بينما الرئيس في المقابل ملتزم هذا الصمت الغريب احتفاظ التحالف بالرئيس هادي كواجهة للشرعية وتبرير أهدافه وجرائمه لا يبدو أنه سيستمر إلى الأبد انفراط العقد بدأ عده التنازلي والعلاقة أصبحت توصف بأنها عملية إحلال إما هادي ومشروعه أو التحالف ومطامعه في اليمن علاقة التضاد بين الشرعية والتحالف ليس سببها خلافات شخصية أو عدم اتفاق حول إقالة مسؤول أو تعيين آخر كما يقول البعض إنما هو اختلاف كلي في جذور المشاريع فاليمنيون يريدون استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واليمن الاتحادي الجديد بينما التحالف يريد للبلد أن تبقى بهذا الوضع غير المستقر ويرفض استعادة الدولة على الأقل في المناطق المحررة فضلا عن المشاورات السرية بينه وبين الحوثيين واحتمالية التوصل إلى اتفاق معين خارج إطار الشرعية اليمنية يدور في أروقة الدول الفاعلة في اليمن حديث حول إمكانية خلق شرعية موازية جديدة محل شرعية هذه المنتخبة وهو ما يتضح أنها جهود تقودها الإمارات عن طريق إبراز شخصيات ليس لها علاقة بالحكومة فهل يتغدى هادي بالتحالف العربي قبل أن يتعشى التحالف به كما يقال